اشتركوا في القناة وبتعبر عن واقعية جداً وبتعبر عن مواقف في حياتنا منورنا في الستوديو الفنانة يوسرا الجندي ازايك يا يوسرا الكلام الحلوى لا ده بجد كل حاجة قلتها دي حقيقة مرسي يا عمس يوسرا انا اول حاجة هسألها لك الناس فاكرة ان انت بتتكلمي كده على الحقيقة ان ده صوتك بجد ده حقيقي الناس فاكرة ان انا بتكلم على واحد دي ان شو هم حصل ايه بس انا والله ما بتكلمي كده اكتشفتك قبل قبل الحلقة اعرفت انا اصلاً هادية جداً وماليش علاقة بالطريقة اللي بغني بيها والاداء بس هودا وقت اللي غنب بيحصل جداً وبعدين بترجاي خلصت الحالتك طبعاً لقدتي بمبي ازاي بتختاري الاغاني بتاعتك يعني زي ما قلنا في التقديمة احنا منحس ان الاغنية كأن الكلام بجد للبنات بيقوله لبعض حتى تصوير الاغنية يعني مثلاً فكرة ان انت بتكلمي صاحبتك من الحمام ده بجد بيحصل في الحقيقة ازاي بتختاري الكلمات وازاي بتفكري في المواقف اللي انت سي هتغني انا دايماً الاغاني بحبها تبقى حدوتة ففي مواقف حواليا بتحصل كده منهم اصحابي واصحابي بعيد يعني ناس معينة كده بحب اخش في تفصيلة معينة في حياتهم ومثلة وحوارات البنات والولاد دي بتعجبني انا شخصياً قوي بنا ايه لحاجات الرخمة دي وبنشن عليها بقى ابتديتي ازاي يسرى الغناع وايه هو البند ازاي الكونتي وكده انا بدأت ازاي انا بدأت بعلانات بسيطة كده وبعدين تريت اكتب علانات يعني مش بغنيها بس وبعدين اشتغلت شغلة عادي جداً وفضلت فيه لغاية ما حصيتلي مشكلة صحية وكده خلتني اكرر ان انا اعمل حاجات اللي بحبها بس فاصلت شغل واشتريت ادوات بقى مزيكة وابتديت اعلم نفسي بقى انا بقى لعب جيتار من زمان بس ابتديت اعلم نفسي بقى ميزيك بروداكشن وبالحظ وقتها عملت باند انا وزميلي عز اسمه طاخ من هنا بقى جت الاغاني اللي هي كول ميزيكو ليا باكينام ابو جلمبو البحر لا يا بهيرة حاجات كده كتير وبعدين الباند خلص كانت فاكرة طيب ايه كانت اول اغنية انتي عملتها في الباند ولا في الحياة ولا ايه ازاي او دودة او دين اتنين انا بقلف من زمان جدا في البيت يعني الليل نفسي كده بعمل حاجات كده بتطلعني من المود يعني لما بتضايق بروح اقلف اغنية كده مع نفسي وبطلع تانية عادية بس اول اغنية طلعها للناس كانت اسمها مش عايزة سوق بس دي يعني كانت حاجة برضو كده يعني مطلعتهاش قوي اول حاجة كانت كول ميزيكو هي تاني اغنية يعني في اغنية اسمها الديني مفتاح البيت دي ما اشتهرتش قوي وبعدين عملت اغنية كول ميزيكو دي بقى تتعرفت اوكي انت كنت بتشتغلي حاجة قبل ما تبتطي تغني ايه هي بقى كنت بشتغل في الماركتنج او ما قلش اسم الشركة لا فالس طيب يعني احنا دلوقتي احنا عملت من واحدة بتشتغل في الماركتنج الواحدة قررت انها تبتطي تغني وتعمل باند وتحط الاغنية بتاعتها على السوشال ميديا ايه اللي خليكي تغياري ايه اللي حصل ايه اللي شفت ده انا عارف ان انا بحب المزيكو ودي الحاجة اللي انا عارف ان انا شطرة فيها الباقي لا مش يعني بس هنا انا فيه باشن فيه باشن لها فقلت بقى خلص بشكل ايه حامل اللي بحبه اه حامل اللي بحبه واللي هنعيش مرة واحدة ومن هناك بقى ايه بتديت مع اني ما بحبش اتصور ولا اعرف اي حد التفاصيل لي الشخصية بس قلت لا بقى انا محتاجة اوصل الاغاني بس طيب عملت ايه لما الاغاني بتاعتك فجأة اشتهرت بطريقة مش طبعية على السوشال ميديا خصوصا للتيك توك بتاعتك هو التيك توك ده جاء متأخر يعني هي بدأت بالباند وقال ميزيكو دي لما اشتهرت انا اتبسطت قوي فتحمسته ف يلا نكمل وكده فجأت بعضي عقنايت لي اللي هي النهاردة دي تعاملت من كزا سنة بس النهاردة رجعت على التيك توك فجأة اللي هي ما تقول يا هشام اه وبعدين الباند خلص انتهى يعني خلص فمن هناك بقى كنت كان محمد رمضان كلمني وقال لي عايز يعمل اغنية اسمها كازانوفا وعايزني اغني معايا في حفلته فروحنا روحت الحفلة معايا كانت حفلة حلوة جدا والاغنية لذيذة قوي وهو شخص محترم قوي وبعدين بقى قلت لأ انا عايز اكمل فنميت المزيكة اللي أنا عملها بادي وكانت أول حاجة عملها بقى من الأول للآخر اللي هو بالمزيكة كمان كانت بكلمك مش بترد نزلت غنتها انا وزميلي مكاوي ومعرفش واحدة واحدة كده انتشرت منتشار غريب جدا وكانت في كل حتة وقت الكورونا صح حتى احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل وكانت حاجة حلوة قوي صراحة وفتحت نفسي بقى ان انا اعمل حاجات اكتر واكتر واكتر طيب خلينا نروح نشوف الفيديو كتب ونلقع تاني ايه احساسك اول ما اشتهرت بالطريقة المرعبة دي يعني شفنا ولاده وبناس صغيرين مراهقين بيعملوها الكبار عملوها كل حد كان بجد بيعمل الأغنية دي على التيك تاك وبيقلدها وكمان كان في وقت تقريبا كلنا كنا عاديين في البيت فهي اشتهرت اكتر واكتر اه 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 انا احساسي كان لأ كنت مبسوطة جدا وبعدين فعلا فتحت نفسي ما تخضتيش اتخضيت عشان انا انا اللي عاملة المزيكة بنفسي بقى فدي جديدة بالنسبالي يعني انا عادة بقلف وبغني وبلحن بس بقلق من حدة ان انا عاملة المزيكة بنفسي فلما لقيت ان الدنيا مشيت كده فحسيت كده ايه ده طب انتي بتغني يوسر حاجات تانية اللي هو يعني بالطريقة اللي هو كده انا مش مش هقول على ده ممكن اسنيني مسلا سكاتشز ولا كلمة غلط لا صح صح طيب بتقدري بتقدري تغني حاجات اغاني اغاني بقى عربي او انجليزي وانا اصلا كنت بغني انجليش اوكي في الاول بس هو صوتك لاي قوي على الغنى الانجليزي عمتا وهو بالنسبالي اسهل اه بس في نفس الوقت انا مش عايز اغني انجليش انا عايز اغني عربي اه بس يعني زي ما انت سمع العربي بتاعي كده بسيط قوي فلازم تبقى حاجة شابهي صح يعني هي بدأت في الاول ان انا كنت يعني بقالف حاجاتها عشان ارتاح نفسيا بس قلت طب ما طلعها بس لو انا هروح السكة بتاعت بقى الالترب وكده هي مش يعني مش انا مش انا عشان اه والناس مش هتصدقها مني بس بس طبعا احب اتعلم وحب اجرب بس مش دلوقت طيب خلينا نروح نشوف الفيديو كليب ونلقع تاني بعد ما هيندي صابري بعد المسلسل بتاع البحث عن علا عملت تيك توك صح ايو على الاغنية بتاعتك اللي هي اللي هي بتاعتليا باكينم ايوه ممكن توليه الحتة ذين هي في حتة فجأة شطهرت بقالها شوية كده اللي هي هو دشن قورتي كبيرة هو انت شيفني تخينها لايكونش عاكبك أصد شعري او مايكونش عاكبك أصد شعري او مايكونش عاكبك أصد شعري دي ايبن تنك اي لوك مايلي دي ايبن تنك اي لوك مايلي اسك اعران هو دشن شعري مش عصفر ولا عشان منوكيري الاحمر اشتركوا في القناة وبعد ما عملت التيك تاك أكيد برضو حصل يعني هي من قبلها أصلاً كانت تعملها من قبلها كفالة ممشورة جداً 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 على تيك تاك وكل ملايك ولما عملتها طبعاً أه الموضوع كان ألزز والزز وبالذات أني ناس كتير قوي متابعة المسلسل ده أنا نفسي اتفرجت عليه الصراحة وعجبني قوي بس أنت مش واخد بالك أن الأغاني بتاعتك كلها يعني مش هقول كلها بس معظمها بتبقى ترند بجد بيكون ترند يعني مثلاً الأغنية اللي ظهرت وقت الكورونا والأغنية بتاعت هشام اللي هي ليه باكينيم كله عمل بيطلع على طول بسرعة جداً الحمد لله والله ده أنا بحسها تفتك لي ليه هي بتبقى ترند أنت متخيلة الناس بتقعد قد إيه وقت طويل جداً كل حاجة بحب وحتى يعني توصل ما توصلش أنا مبسوطة صراحة يعني بس الحمد لله طب يوسرا إيه هي الصعوبات اللي قابلتك في الأول أول اللي لسه بتقابلك أكيد في حاجات لحد دلوقتي المجال مش سهل وأنا شخص بكسف عامة وفي حالي قوي فطبعاً فيه اعتتيود معين مفروض أبقى فيه وكده اكتف قوي فهو مش من شخصيتي فطبعاً ده بيبقى فيه صعوبات بالنسبة لي أن أنا أبقى سوشيل قوي كده وانزل ومش أنا أنا بحب ببقى كده في حالي عمال أعمل حاجة بسطاني بس أنت برضو نوي مفيش كومبيتشن قوي في الحالة التي أنت بتعمليها لأنه مفيش حد بيعمل نوعية السكتشيز بالغنى بالطريقة دي دلوقتي هو الحمد لله يعني الحمد لله أني مفيش بس هي طبعاً ابتدت دلوقتي تبقى يعني زمان لما بدأت عمل كده كانت اللي هو إيه اللي هي بتعمله ده دلوقتي بقت مقبولة فطبعاً لما حاجة تبتدي تبقى عادية يعني أو مقبولة بتلاقي بقى النسب بتحاول تعمل زيها أو أو فيه جديد أو فيه أفكار جديدة بس أنا كيف سكتي مظبوط صح وأول واحدة طلعت بيها تقريباً احكي لي بقى عن الأغنية دي مين البنت دي؟ جبتيها منين دي؟ مين البنت دي؟ أول أغنية بقى بعد ما البنت خلص كاملة يعني بكلمك مش بترد كانت حاجة تيك توك كده مين البنت دي أول أغنية بتاعتي أنا شخصية شخصياً بقى تنزل ومتحمسة قوي بيها عشان عاملة بلان بقى حاجات كثيرة إن شاء الله نازلة ومتحمسة النار جاءت تاني أعمل أغنية عشان فيه كده فقرة الكورونا عادت على جنب كده شوية بعمل حاجات تانية فآه مين البنت دي بقى؟ فيه بنات كثيرة كده اللي هي لما تشوف مثلاً جوزها أو خطبها أو صحيبة عم معرفش بيبص فتبتدي بقى تقول له مين البنت دي؟ مين البنت دي؟ كده بقى تبقى اللي هي الطريقة المرعبة دي وفيه لقطات صغيرة في الأغنية أنا بشوفها بتحصل كتير قوي اللي هي بتاعة المكالمة على طول بتخش الحمام تكلم أن تمتها تقول لها شوف تيبقى عمل إيه بتاع أكيد تي حاجة كلنا بنعملها أيوا أيوا ده وفيه بقى طريقة الكلام دي موجودة فعلاً اللي هي فيه ناس فعلاً تكلم كده؟ مزينا خالص ده موجود وموجود طبعاً بالنسبة صغيرة بس موجود ورخم فأنا بحب بمسك الحاجات الرخمة دي بقى وسترس عليها بحدود إحنا في الآخر ما عرفناش مين البنت دي عشان هي البنت دي ما ظهرتش في الكليب بزرق وكمان ما بحبش التنمر يعني بعد كل ده بعد كل ده ما بتحبيش التنمر طيب بيبقى فيه ساعات بتعمله حركات وفي السكتشز بتاعتك وبيبقى فيه زي رأس كريوغرفي أكتر بتتعمله زي فيه حد بيمرنكو ولا أنتوا بتألفوا مع بعضكم هو أنا الوحدي بس في الأغنية دي كان معي كريوغرفي شطرة جداً ماي إبراهيم ولذيذة كده فنفونة وأنا بقى في العادي بحب يعني بحب أعمل حاجات كده أرقص رأسات مايكل جاكسن كده مش فخورة بنفسي وأنا بقول كده بس أنا بحب الرأس عمتاً بطريقة اللي هي جمبازية شوي أوكي دي جديدة زي سكتشز بتاعتك بالضبط الطريقة الجمبازية آه عشاني أتفهم بس يعني الحركات الصعبة أوكي يعني كالنفسي أعمل بريك دانسينج آه لا خلاص إحدا أوكي يعني أخش طيب والله لا خديك والله تحركيش تعوذي فترة تتمراني على الحركات دي؟ مش فترة أصلاح حركات بسيطة الناس تفتكده بس في ميلة بنت دي كانت كوريوغرافر ماي إبراهيم والتيم بتاعها عملنا حاجة كده لذيذة يعني طب يسرى أنت ما بتفقريش أن أنت تمثلي ولا أنت بتفقري أنت كميلي بس في الغنى والله أنا باخد ورشة تمثيل دلوقتي نسيناك كسوف خلاص يعني آه لا ما ندخل أصلا ورشة التمثيل عشان أقصر الكسوف أوكي أنا بكسفش وأنا بغني بس بكسف وأنا بكلم فالموضوع ده مدايقني فدخل الورشة التمثيل عشان أتخلص من الموضوع ده وعشان بتفقري أكيد أنك تمثلي آه طبعا بس هي 2 in 1 بقى اللي هو كومبو ميكس آه مرافو عليك طب وفي حاجة جاتتك أراضي أن أنت تمثلي جالي حاجات قبل كده عشان لما بيجي أصور حاجات على على السوشيل ميديا بمثلها بس بتبقى أغاني فجالي حاجات يعني بناءنا على كده ما كملتاش عشان يعني قلت أشتغل على نفسي أحسن بدل ما أطلع أجرب ومعملش أحسن حاجة آه فالورشة بقى طبعا طيب إيه الحاجات الجديدة اللي أنت هتعمل لي فيه أغنية جديدة؟ آه فيه إن شاء الله كله غششين على أشوي آه فيه مفاجأة كولابريشن إن شاء الله الشهر الجاي مع مين؟ هتقول ليلي مش هسيب غير مش هقول عشان هي يعني إفردي ما حصلتش بس هي إن شاء الله هتحصل إن شاء الله هتحصل بس آه بس هي حلوة ومختلفة وانكسبكتد يعني هو شخص يعني لو ما تحسيش إنك هتشوفيه معايا فهي وحد يعني نجم كبير فأنا مبسوطة قوي إن شاء الله ربنا يتمامها لك على خير وإحنا كمان ومستنين نشوفيه ولما تحصل إن شاء الله أجيلكوا تاني بقى يس لازم خلاص هنا ده بيتك هتجيلا على طول برسي يا يوسري عوي ومبسوطة ننتي كنت معايا النهاردة وأنا كمان قوي بجد بجد مبسط وأنا كمان وبكده نكون خلصت حلقاتنا نشوفكم بكرا إن شاء الله في حلقة جديدة باي باي موسيقى